أهلا بكم اتهمت تقارير عدة جماعة الحوثي الموالية لإيران بالاستمرار في ارتكاب الانتهاكات ضد صغار السن الحكومة اليمنية وعبر وزارة حقوق الإنسان اتهمت الجماعة بتشنيد أكثر من 4600 طفل منذ بداية السنة الحالية وحتى نهاية سبتمبر الماضي بحسب هذه التقارير فإن الجماعة انتهجت أساليب وصفت بالإرهابية ومارست انتهاكات بحق الأطفال في مدن سيطرتها متجاوزة كل القيم والمبادئ الأخلاقية والأعراف الدولية والإنسانية وحتى القوانين المحلية كما أشارت إلى أن الجماعة عمدت إلى حيرمان صغار السن في مناطق سيطرتها من جميع الخدمات التي كفلتها لهم القوانين والمبادئ الدولية بغية تجنيدهم والزجيبهم في معاركها العبثية بحسب توصيف التقارير بهذا السياق أفاد مسؤول حكومي بأن جماعة الحوثي جندت أكثر من أربعة ألاف وستمائة وثمانية وثلاثين طفلاً منذ مطلع العام الحالي فقط مضيفاً أن هذا الرقم يمثل سبعة أضعاف ما جندته الجماعة في الأعوام السابقة فيما يبدو أنه استغلال لابتعاد الأطفال عن العملية التعليمية بالزج بهم في العمليات الحربية تقرير فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن الصادر في أيلول الماضي نبه إلى تضرر جيل بأكمله من أطفال اليمن بشكل لا يقاس من خلال تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات القتالية بحسب التقرير فإن أطراف عدة منخرطة بالنزاع في اليمن قامت بتجنيد الأطفال واستخدمتهم في أعمالها القتالية إذ أشار التقرير إلى أن الحكومة والتحالف متورطون بشكل أو بآخر بهذه الانتهاكات فريق الخبراء أشار إلى أن بعض أطراف النزاع لا تزال تحرم الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم إثرى لاستخدام العسكري للمدارس والتلاعب بالتعليم والسهداف الكوادر التعليمية وهذه الأعمال بحق الأطفال قد ترقى إلى جريمة حرب نتيجة لذلك كله وبحسب مراقبين فإن منظمات وجهات حقوقية وناشطين دعو الأمم المتحدة والجهات المعنية الضغط على جميع أطراف النزاع لوقف الانتهاكات بحق الأطفال ووقف تجنيدهم لصالح النزاع الدائري في البلاد